في الأول احنا كطلبة ميكانيكا بنبدأ ان احنا ليبني الهاردوير هما يبدأوا مثلا كقهرباء يبدأوا ان هما يتحكموا في الروبط ده لكن عشان يتحكموا في الروبط لازم الروبط فعلا يبقى موجود لازم ميكانيكة الروبط تكون موجودة فاحنا كطلبة ميكانيكا بنوبا مسؤولين عن بناء الروبط بيبدأ الروبط بتاعوا من A ل Z هما بيبدأوا ان هما يتحكموا في الروبط ده